وعبد الرحمن أنا قام أتعقب بسألت سؤال تفضل أتركك المجال أتعقب لكن في ظل وجود مثل هذه المباريات الحساسة الجهاز الفني والإداري في كل فريق يعني يحاول نوعا ما أن يخفف من حدة التصريح التي يتكلم بها اللعبين ومنهم من يمنع اللعبين من التصريح علق على الكلام الذي قاعد أقول لك إياه والكلام الذي قال حسين أول شبه أتعلق على كلام الأستاذ حسين دائما المباريات القوية واللي يكون فيها ضغط يعني خنقل حتى على الدفاع بيكون يعني خنقلك في جاهزيتهم الذهنية متى يكون الأخطاء لتحدث المدافعين لما يكون فريق المقابل قف المناطق الخلفية يعتبد على الكرة المرتدة يكون هناك الدفاع الغير مبرر يعني مثلا كل واحد يبغى هو اللي يجيب النتيجة في شي طبيعي الكرات المرتدة أو في غفل أمن يعني يعني اندفاعهم يكون هناك الأخطاء لكن زي مباراة الليلة ما أعتقد يكون هناك أخطاء يعني يعني أو خنقلك مبدأ تشاؤم ممكن يصير في أخطاء على الدفاع أنا أقول بالعكس مباراة الليلة وإن شاء الله يعني يذكرني أستاذ حسين بعد المباراة أنه المدافعين أو خنقلك الخطوط الخلفية شريطة أنهم يحاولون نقل اللعب من الثلث الدفاعي للثلث الأوسط أو الهجومي على أساس عدم وقوع أخطاء اللي تسبب ضربات ركنية أو حتى فاولات قريبة لأنهم هذا اللي هم يبحثون عن على أساس يبقون أخطاء قريبة أو ضربات ركنية على أساس يعتبدون هم مع الكرات العرضية العالية